ومن خصائص رمضان أن فيه ليلةً واحدة عظَّم الله شأنها وفخَّم أمرها وأعلى قدرها فجعلها خيرًا من ألف شهر أي أن العبادة فيها أعظم من العبادة في ألف شهرٍ ليست فيها ليلة القدر وألف شهرٍ بحساب السنوات أكثر من ثمانين سنة أكثر من ثمانين سنة عمر رجلٍ معمر يحصل في ليلة واحدة ولهذا من لا يعرِّض نفسه لاغتنام هذه الليلة هذا محروم محروم أشد الحرمان ولهذا مرَّ معنا في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِم من حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِم ولهذا ينبغي على العبد أن يحرِص أن لا يُحرم خير هذه الليلة وذلك بأن يُرِيَ رَبَّهُ من نفسه خيرًا وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وفيها تتحرَّ ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان أحيى ليلة وشد مئزره وأيقظ أهله وقال عليه الصلاة والسلام تحرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ولهذا في العشر الأواخر من رمضان ينبغي على العبد أن لا يُصاب بالفتور لأن بعض الناس يبدأ رمضان بنشاط ثم يفتر لا بل عليه في العشر الأواخر أن يُضاعف الجهد وأن يتحرَّ في كل ليلة من ليالي رمضان اغتنام ليلة القدر ولا يلتفت للرؤى وما أدراك من الرؤى هذه تعيق كثير من الناس عن تحرِّي ليلة القدر في العشر كلها تعيق كثير من الناس عن تحرِّي ليلة القدر في العشر كلها فينبغي على الناصح لنفسي أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان لإغتنام هذه الليلة وأن لا يكون والعياذ بالله من المحرومين فإن من حرم خيرها فقد حرم